اذا اضافة الكروموسوم إ предليكن ؟ هذا نوع اضافة كروموزوم كروموزوم يعرف ما رئيه كروموزوم سأكون عن الكروموزوم ضيب سنفذر الكروموزوم نفذر الكروموزوم نأخذه النبرة general structure chemical structure وبتيجي الحدي بيجي فيها اسئلة كتير طيب انا عندي chromosome consist of what the chromosome consist of two chromatids connected at or connected by centromere centromere زي ما شوف هي دي اللي في النص دي هي دي centromere يبقى انا عندي general structure بتاعه عبارة عن ايه تركيبه عبارة عن ايه two chromatids زي دي chromatids ده كده chromatids وده كمان chromatids connected at ايه متصريب مع بعضة عن طريق ايه centromere ونركز على كلمة centromere عشان ناخد قدام centrosome فدي الفرق يبقى انا عندي يبقى انا عندي chromosome consist of two chromatids connected as centromere يبقى انا عندي يا ماريا the chromosome consist of what to what chromatids رازان connected at what ماريا connected at what منا connected at what ماريا اشتركوا هم كلهم مستمعين اي او حاجة ماريا كونك تضغطوا تمام اه ايه طيب انا عندي بقى الكميكال مختلف شوية لان انا بتكلم عن التركيب الكيميائي بتاعه مش مجرد شكله عامل ازاي او كده لا تركيبه الكيميائي عامل ازاي بتكون اصلا من ايه DNA and protein DNA and protein ما انا عندي is the chemical structure of the chromosome DNA and protein بيجي اسئلة كتير او كده is the chemical structure of chromosome is the DNA and protein او مثلا each chromatid consist of with two spaces DNA and protein او كي لو لقيت ايه ان يوكلي اكا اصد هي هي ال DNA مش فرق قولي لما يقولي two chromatids بصي لان انا بقولك انا انا اوضحلك ان انا عايزة chemical structure لو او متلاقيه في chemical لا يبقى عايز تركيب الكيميائي مش مجرد general structure تركيب عام وخلاص مجرد مش اما انا عندي مرية does the chemical structure of a chromosome each chromatid consisting of what الماضي 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 الـ الـ الاخ mont على أعطني الماضي أعطني أczenie أدرا الماضي تعد reper penal العازج lin أسماع holiness هنا بقى بيوضحك ان انا عندي اتشي سيل كنتين نيوكليس اذا نيوكليس كنتين كرومزوم اتش كرومزوم كونسيست اوف كيميكالي كونسيست اوف نيوكليكالي كونسيست اوف شفتوا ايه كيميكالي كونسيست اوف حتى ما تروحش تقولين جيناي ستركشل لواته كروماتيد وكنيكتيد اسنتروميض طيب سينسو ويفتوكد ابوت كرومزوم سيجيب بانكو بقى طب يعني هو دلوقتي طالما هي الكرومزوم كاريز جيناتك ماتيريال واكيد بمعنى كلين يعني الكلانت والهيومن والانيمال كلهم ليفنج اورجانيزم وكلين عندنا سيلز عشان اي ليفنج اورجانيزم بيتكون من حياة كتير اخرها هتبقى ابسط حاجة ريه السيل فده معناه ان احنا كلنا زو اهيومن او كلانت او انيمال كلنا عندنا كرومزومز دي معلومة صحيحة كلنا عندنا كرومزومز الهيومن او الكلانت او الانيمال عادي ولكن هي الفكرة هتقولي ان انا عندي دلوقتي تفكروا انا عندي نفس العاد الكرومزومز اللي عندي the same number of cromosomes مثلا in beam plant اكيد لا بيقولك ان انا عندي ايه the number of cromosomes differ from one species to another بصوا from one species to another يعني ايه يعني مثلا cats are species humans are species dogs are species dinosaurs were species انا عندي كل يعني كل نفس ده نوع احنا نوع مثلا the beam plant ده نوع the onion ده نوع the rabbits نوع the rats نوع كده يعني فانا قلت different from one species to another طب ليه قلت different from one species to another عشان مفيش حد ييجي يقولي اه يعني ده معنا يا مصر ان مثلا انا عندي مثلا certain number of cromosomes وحضرتك عندك different number اقولك لأ انا ما قلتش different from one living organism to another انا قلت from one species to another يعني مثلا ده for installation مش تتسئله على الارقام دي ولكن مجرد للتوضيح عندي مثلا the human the human each cell contains 46 chromosomes طيب ده معناه انها هتقولي يا مصر ده معناه انها ان 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 انتو عندكم كل واحدة فيكم عندها 46 chromosome وانا عندي برضو 46 chromosome فهي الفكرة في كده ان كل 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 سواء الترامة living organism ده human فهو عنده 46 chromosome كل cell فيها 46 chromosome طيب احنا كلنا humans طيب طيب لو بتكلم عن الرابط لا الرابط بي عنده 44 chromosome طيب mosquito 6 chromosome maize 20 chromosome onion 16 chromosome فزي ما انتو لاحظتو من one species طيق انظر بتلاقي number of chromosomes differ بيختلف ولكن طيب لو بتكلم عن نفس ال species زي مثلا مونا واحمد مونا واحمد اه دولا جين مختاق يعني مثلا ده هي ميل هو في ميل وهو ميل ماشي ماترفناش ولكن species ده هموا من نفس ال species both of them are human فده فدلاقي ان لا في الحالة دي هيبقى number of chromosomes is fixed ليه لان they are from the same species يا طب نتكلم عن نفس يعني ايه الحتة دي مش واضحة عادة اه يعني انا عندي لا لو بنتكلم دلوقتي ده كده ده مثلا ده احمد ودي مون احمد مون from different species ولا same species اه different ومش الاتنين human او يبقى من نفس ال species يعني مثلا لو جبت قط وقطة هم كده different species ولا same species لا same species ما هو الاتنين كاتس عادي احمد احمد هتلاقي عنده 46 chromosome ومون هتلاقي برضو عندها 46 chromosome عادي جدا لأنه من نفس ال species لكن لو قارنت ما بين احمد وما بين مثلا الارنب لا الرابط هتلاقي انه عنده 44 chromosome ما بين انه احمد عنده 46 chromosome ليه لأنه هما from different species تمام طيب 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 انا عندي كده same species يبقى same number of chromosomes different species different number of chromosomes تمام نيجي انا كده بقى تعالي نتكلم عن ال somatic cell and the reproductive cell طيب انا عندي دلوقتي احنا قلنا ان انا عندي each cell has a certain number of chromosomes جميل and differ from one species واناظر يعني كل سيل عنده عدد معين من chromosomes وبيختلف من ايه من species للتاني طيب بالنسبة ال somatic cell وال reproductive cell فبتلاقي انه مثلا دلوقتي جبنا liver طبع ال ال human مثلا liver طبع احمد فحنقول كده معناه ان انا عندي liver احنا قلنا عليه somatic cell وده reproductive cell يا مارية somatic cell وقلنا ان انا عندي liver ده somatic cell طيب مثلا reproductive cell مثلا زي اننا قلنا احمد فهيبقى تيستيز فبتلاقي ان ايه بتلاقي ان احنا عندنا somatic cell بناء احنا قلنا ان اليوم بيبقى عنده 46 cromosome في cell الوحدة فتلاقي ان liver cell عندها 46 cromosome وال cell بتاعت التيستيز بيبقى فيها 46 cromosome برضو بس هما different cells هقولك اه ولكن ولكن somatic cells وال reproductive cells بيبقى عندهم ال2 2 n يعني ايه 2 n يعني بيبقى عندهم full number of cromosomes او complete number of cromosomes احنا قلنا ان في human body cell اللي بيبقى فيها 46 cromosome لو احنا منتكلم عن somatic cell او reproductive cell بيبقى عندها complete number من 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 النمبر يعني مثلا احنا قلنا ان ال cell في human بيبقى عندها 46 cromosome فالsomatic cell وال reproductive cell كل واحدة فيهم هيبقى عندها 46 cromosome هدي طب هو يعني هو في اكتر من كده الفكرة ان انا عندي في حاجات اسمها gametes طب يعني ايه gametes احنا عارفين مع بعض ان احنا محتاجين male female عشان يديني ايه عشان يديني الزايجوت طيب هناخد ايه من الميل هناخد gametes من الميل و من female عشان يديني الزايجوت يعني احنا عندنا عندنا female و male احنا عندنا الاب والام هنلزاقهم هما الاتنين مثلا في بعض بلستر فيدوني baby احنا مش عاقل يعني احنا محتاجين حاجة من هنا وحاجة من هنا عشان تديني الزايجوت فالسبيرم من الميل والأوبا من الفيميل عشان يدوني الزايجوت عشان يدوني البيبي الحاجات دي بنسميها ايه بنسميها gametes الاسبيرم او الاب الاتنين بنسميهم ايه gametes انا عندي gametes ايه هي gametes دي الجامetes دي اللي هي عندنا زي sperm من الميل والأوبا من الفيميل عشان نديني ايه الزايجوت طيب ايه اللي ودنا لكده اللي ودنا لكده ان انا عايزاك تعرفوا ان gametes دي ما بيبقاش فيها complete number of chromosomes وبالعقل كده ازاي يبقى فيها complete number يعني انا مثلا تخيلوا معايا انا دلوقتي بقول ان انا عندي دي بيبقى فيها have number of chromosomes فتعالوا نجربها كده والبي يبقى عنده 46 اه منطقية هي منطقية لكن تخيلوا كده لو the over عندها 46 و the sperm عنده 46 46 plus 46 هتبقى 92 هل في living organism هل احنا قلنا ان الهيومر يبقى عنده 92 chromosomes لأ طبعا عشان كده بالمنطق الجامetes الجامetes مجمرة عندها 46 لا الجامetes يبقى عندها 32 الهيومر عنده 32 وال over 32 فطبيعي لما يتحدو يديني 46 البيبي عنده 46 وده رقم الطبيعي هقولنا ان الهيومر يبقى عنده 46 فاهماني ها فهي الفكرة كلها في كده الفكرة كلها في ان انا عندي الطبيعي والمنطقي ان الجامetes يبقى عندها number of cromosomes ومن زي لما يتحدو بيديني complete number يديني 46 فانا محتاجة اثبت ايه محتاجة اثبت ان انا عندي السوماتيك سيلز وال reproductive سيلز بيقى عندهم complete number of cromosomes اما الجامetes بيقى عندها have number of cromosomes اما تديني اكزامكوز كده اشان عندي عارفة لان انا عندي عارفة ان reproductive سيلز حاجة من ثلاثة يا testes يا ovaries يا anthers وليه بقى الجامetes ممكن يكونوا ايه الجامetes ممكن يكونوا sperm في الميل او ov في الفيميل او بالنسبة لل plant الميل يبقى اقول تاني ال sperm ده في الميل وال ov دي في الفيميل والتنين بيتحدوا مع بعض عشان يدوني زائجتوا عشان تبقى عارفين هنشرح الليسنج ان شاء الله يبقى انا عندي الجامetes يا ماريا عندها complete number of cromozooms ولا half number of cromozooms half number of cromozooms جميل وده منطقة عشان لما يتحدوا مع بعض يديني complete number فالبيبي يبقى عنده complete number of cromozooms طيب انا مش احنا عملا عملا في مال كيف الجامetes تفرق ايوة طبعا وانا عندي الفرق ما بين الجامetes وال reproductive organ ده الورجان التيستيز والاورجان ده العضو ذات نفسه ولكن الورجان والسبرم ده الجامetes يعني احنا عندنا التيستيز والاورجان التيستيز ده الورجان بيديني ايه بيديني سبرم والاورجان بيديني ايه بيديني over فده دير الورجان بتدينا ايه جامetes بس والجامetes ده مع الجامetes ده ما يدينا ايه البيبي او الزايد طيب انا بدل معه اقول complete number of chromosomes مالاش اختصار يا مس هقولك ممكن تقولي deployed number او two n وعندنا الجامetes بدل ما اقول ان الافضل اقول عندها have number of chromosomes لا انا مجرد هقول ايه n طيب تعالوا ناخد الاجزامفل ده عندنا هنا بيقول ايه بيقول answer the following if the number of chromosomes in human pancreatic cell equals 46 chromosomes 23 pairs of chromosomes او انا هنا ليه قال 23 pairs يعني مثلا انا ممكن بدل ما اقول 46 هقول 23 pairs اللي هو زوج 23 pairs يعني 23 times 2 او 46 كعادي يعني كأنه ما قلتش حاجة المهم بيقولك يعني ان انا عندي pancreatic cell بيبقى 46 chromosome طيب تفتكري بيقول تفتكري ان liver cell هي عندها how many number of how what is the number of chromosomes in the liver cell طيب تعالوا نشوف كده ال liver cell دي مريل somatic cell صح نعم since 46 46 برافو عليك طيب what else عندي منة can you hear me منة طيب مريا عندي reproductive cell reproductive cell مثلا قلت لك testes او ovaries او ما حددش هو ده ميل ولا في ميل تفتكري what is the number of chromosomes in the reproductive 46 طيب والسبرم 23 برافو ليه 23 لأن السبرم ده الجاميات نعم وهنا ده اكيد ميل عشان هو قال سبرم طيب نيجي بقى cell division cell division تافع جدا هنشوف فيديو مع بعض يوضح طيب انا عندي cell division cell division بتلاقي ان انا عندي فيه منه two types mitotic cell division or mitosis أو والطيب الثاني meiotic cell division or meiosis طيب انا مثلا هناخد مسمة واحد وحد ما تثبت عندكم بعد ما هناخد المسمة التاني mitotic cell division لحظون فيها two types letter t اما myiotic cell division ده one t الفره بينهم هناخد اصلا البروسيس كلها فهتفهموا وتدعوش طيب الميتوتك cell division فيها two liter of t عندي myiotic cell division فيها one t الميتوتك cell division بداية كده type of cell division ما بديه الميتوتك والميتوتك الاتنين two types of cell division بس نخلي بدي من حاجة انا انا اتركوا في الاول انا عندي somatic cell and reproductive cell عشان النقطة دي الميتوتك cell division بيحصل بس للsomatic cell طيب انا اعز اعرف برضو يعني وضحيلي كده اكتر يعني ايه لازمته هو الوغو حاجة هو احنا الاول لما كنا zygote هو احنا تولدنا على يعني احنا بقى البداية كانت على ما نحن عليه اكيد لا انا قلتلك ان انت بقى فيه sperm بقى فيه over بيتحدوا مع بعض شان دون zygote فازاي جدي عبارة عن cell اصلا ازاي جدي ما هي الا cell طيب ازاي بقى وصلنا من cell اللي هي الواحدة دي الى ما نحن عليه الان اللي هو اصلا او 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 الى الى بقى نبي بي اللي اصلا في عنده millions of cells ازاي عن طريق ان انا عندي cell دي بتبقى two cells وال بتبقى four cells ويفضل يحصل كده طيب ما ما ده ده cell division او بس يا طرح ده ميتوس ولا ميوس دعالوا نشوف كده طيب عندي ايه تاني ايه تاني برضو محتاجة افهم برضو يعني ايه برضو cell division بطريقة تانية انا عند الوقت لو الجرحت في ايدي مسلا وبعد فترة هاجي لقى ان الجرح ده مقاش موجود يا طرح زاي ده حصل هو احنا بنتعلم cell division عشان نفهم برضو الحاجات دي ازاي بتحصل طيب تعالوا نبدأ كده بس نبدأ ايا عايز ااكد ان انا عندي الميتوس ايه ايه انا ما عادتك cell division ده بيبقى cell division اللي بيحصل لنا قبل منكون لس زاي جود عشان يبقى جسم ايوة بالضبط كده وكمان اللي بيحصل لما بتجرحي ويديك تلم تاني طيب طب انا قلت دلوقتي ان انا عندي قلت لما بقى زاي جود طيب يعني بقى cell division اه طيب وقلت كمان ان انا مثلا لو ايدي الجرح التمو الجرح ده ايه ده سكن ده اه جميل طب هناخدها كمان في الليبر فكل الحاجات اللي انا قلتها ده ايه 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 ده somatic cell يبقى انا عندي بيحصل في ايه في somatic cell عشان ده الفايصل ده الفايصل يبقى انا علم في في على somatic cell عشان اعرف ان هو بيحصل فين في طيب ازاي بقى بيحصل عايزاكم تثبتوا في دماغكم ان انا عندي هو عبارة عن بيحصل لها وبتديني بيحصل لها وبتديني طب بالعقل كده ازاي امس يعني ازاي تديني يعني بالمث كده هي غلص اقول لك لأ انا عندي وحاجات بتحصل في النص بتخلي ان انا في النهاية اه ينفع تديني في الاخر اتنين كل واحدة منهم تعالوا نشوف ازاي بس قبل بنبدأ عايزا بس ايه اكد على كام نقطة انت قلتيني ان انا عندي حلو ده معنى ان انا عندي اي سوماتيك سيل هتيجي عباني هينفع فيها هتقه او هيحصل لها عادي يعني اي سيل اي سوماتيك سيل هيحصل فيها فقد هقدر ان انا هيحصل لها سيل ديفيجن وخلاص ونعوض هقولك لا هتخلي بالك من حاجة ان انا عندي مش كل السيلز بيقدر ان هي تعمل زي مين اللي ما بيقدرش اللي هي ايه اللي هي جاية من نيرف السيستم اللي هو البرين وال سبينا الكورد وال نيرف ال نيرف السيل دي طب ليه يا مس لان ايه ما عندها سنترسوم ايه سنترسوم ده هنعرفه مع بعض قدام تفاهمين اكتر يعني حاجة كده توضح حولي بتلاقوا ان الناس فيه ناس مثلا ممكن تقدر تحض اي ديها في الزيت بس من غير ما تبقى حاسة بأي قلم او اي حاجة طبعا عن جلدهم بيتهاري بيتشوي فمش الدرر هيقع كده كده هيقع ولكن هما مش حاسين بألم ليه لان عندهم النيرف سيستم او معنى صح النيرف سيلز اللي موجودة في الجورجن ده هي ميتة والنيرف سيل ما بتقدرش تعمل ميتوس سيل فما عوضتش اللي تفاقد ده فتلاقيه خلاص النيرف عنده بتموت خلاص ما مينفعش تتعود تاني هيقى الفكرة كلها في كده ما نضالش نعمل لها السيل العصبية لو ميتت خلاص ما بيتطلعش بدأها تاني ايوة ما بتعملش ميتوس سيل ديفيشن يعني مثلا عندنا طبيع مثلا في السكن مثلا حصل ايه يعني حصل دامج او كده تمام فهيجي يحصل يعني تعويض يعني فهيدين ايه سيلز عادي بدأ اللي راح وموضوع انتهى لكن في نيور سيلز لأ اللي بيموت خلاص ما بيجيش بدأ له فهي الفكرة كلها في كده طيب ماشي عندي من ثاني الادلت ريد بلوت سيلز الادلت ريد بلوت سيلز ما بيحصل ش في ما بتقدرش تعمل تمام احنا عندنا لو احنا اصلا انت جسمك تلقائي بينتج اصلا ريد بلوت سيلز جديدة عادي جدا ما فيش مشكلة احنا لو جسمنا لو بينتج ريد بلوت سيلز جدي هكتو امصيبة اكتو دي قضل ريد بلوت سيلز ما تقدرش تعمل ميتوس سيل ديف جميل عندي اه طب اه اه